اشتركوا في القناة ولا تعين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سافر مكذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء حجاب وانطلق الولاء منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليهم ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاء رحمة ربك العزيز الوثاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جود ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثموذ وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اشبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراب والطير محشورة كله أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفشل الخطاب وهل أتاك نبأ الخشم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخاف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكوا بيننا بالحق فاحكوا بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الشراق إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الفطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخرى راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكوا بين الناس بالحق فاحكوا بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتغين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك قل ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذا عرض عليه بالعشي الصوفنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعلاق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواش وآخرين مقرنين في الأشخاد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لسلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستدي الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أخله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجد آه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسعى والكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمنتقين لا حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم طاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر فآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواجه هذا فوج مقتع معكم لا مرحبا بهم إنهم سوال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا وكنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا موذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم عرقون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى وما إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالفه بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومما تبعك منهم أجمعين قل ما أسألتم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ترجمة نانسي قنقر